بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طبعاً أنت زي ما شفتوا في عنوان الفيديو أن الحمد لله الحمد لله القناة بتحت الفعالة أنا عزاكوا كله بكلكوا باكولي وإن شاء الله بإذن الله عن قريب هبركلكوا بإذن الله أنا طالع بس أدرج معكم شوية أي حد عند سؤال يسيبهوا لي في الكومنتات وبإذن الله هرد عليه هرد عليه على طول ما تقلوش وطبعاً في أسئلة كتير أنا عارفة أن هي بتضف ذهنكم وعارفة أنا كنت قرأت زيكم يعني لسه ما فعلتش وكان في أسئلة كتير بتضف دماغ أنا هجاوبكم على الأسئلة دي طبعاً مش هتحتاجوا للي أنتو يعني تسألوا سؤال تاني وإن كان في سؤال أنا ما جاوبتش عليه قولولي زي ما قلتوه كده في الكومنتات يعني لو في سؤال أنا ما طرحتوش أنا معاكم دلوقتي قولوله في الكومنتات وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه أول سؤال طبعاً الكل أكيد عايز إيه نسأله كل القناة ولسه ما تفعلش أكيد عايز يسأله السؤال ده إزاي أنا حقاة الشروط إيه هي الشروط اللي هي ألف مشترك وأربح تلاف ساعة مشاهدة على فكرة الشروط صعبة صعبة جداً مش إن هي رقم كده قدامكم وخلاص هتقولوا لأ ده أنا هحاول إلا أنا أجمعه لأ صعب صعب ومن هنا بقول لكم ما تركزوش مع القناة يعني نصيحة مني لكم إنكم ما تركزوش مع القناة يعني إيه يعني إيه ما تركزوش مع القناة إلي أنتم ما اشتغلوش فيها لأ اشتغلوا واشتغلوا على طول تمام اشتغلوا واشتغلوا على طول ما توقفوش بس في نفس الوقت ما تركزوش في إحصائيات القناة مش كل شوية ده أنا جمحت كم ساعة ده أنا معرفش إيه والقناة متفعالة كل شوية بص على الأرباح هتتجنن ايه بجد هتتجنن او هتتجنن انتو ما تركزوش في الاحصايات خالص اشتغلوا وبس اشتغلوا وسبوها على الله انا بتكلم كده ناصحة مني لكو عشان ما تتعبوش نفسكو نفسيتكو هتتعب هترهيكو نفسكو مش هيجيلكو نفسو ان انتو تشتغلو يعني هتقعدو يعني ممكن نفسيتكو تتعب لدرجة انتو تهملوا القناة وما تشتغلوش فيها انا عايزاكي او عايزاك تشتغل او تشتغلي وبس تشتغلي وبس لغاية لما تبص تلاقي فجأة كده جالك اه رسالة بانك كملت الشروط اشتغل كده وبس ربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمك ربنا ان شاء الله باذن الله هيقف جنبك طالما نهيتك صافية وطالما انت بتشتغل بضمير ربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمك حاول الزباط الصورة المصغرات تحتك حاول تكتب عنوان كويس حاول الزباط الفيديو بتاعك من الاضاءة من المحتوى الكويس اهم حاجة المحتوى الله ما صار يا سيدنا محمد المحتوى يكون مميز تمام وشد الناس ده اللي هيساعدك يعني هو ده اللي هيساعدك في انك اقدر انك تجمعي مشاهدات وبالتالي تجمعي ساعات تمام انا فتحت القناة عادي خالص مش ان انا كنت يعني ايه هفتح القناة والصبح هقبض يعني وكده حاطة في دماغي الكلام ده لا 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 انا كنت عارفة ان انا يعني ما كنتش حاطة اصلا في دماغي ربحي من القناة انا عارفة انه اللي بيفتح قناة ان شاء الله باذن الله لاب ما ربنا هيكرمه هيقبض منها تمام بس انا ما كنتش حاطة في دماغي ام تفعل ام تقبض وصو انا بعمل وصفة واتفحها وسلام عليكم على كتن ما بجغلش بالي باي حاجة تمام ما شغلتش بالي والله بجد ما شغلتش بالي بالقناة ده خالص زي ما قلتلكو انا لو شغلت بالي كنت جنيت لو لو شغلت بالي كنت جنيت بجد والله اليوتيوب يعني بيجي فترة كده مع الواحد بيبقى خلاص خلاص جاب اخر معك بجد يعني انت اكيد هيمر عليك وفترات ان انت هيجي لكو يأس وان هيجي لكو احواط وان انتو خلاص مش بتقولها اقفل قناة بس لا الصبر الصبر حلو والصبر مفتاح الفرق وعايز اقول لكم اليوتيوب في الاول وفي الاخر رزق لو لك رزق فيه هتغدين ملكيش يبقى خلاص ما تتعبش نفسك تمام بس انا يعني ترامى انت حابة انك تعملي قناة وتستمري فانت اشتغلي بس وزي ما قلتلك زبطي فيديوهاتك زبطي الصورة المصغرة زبطي العنوين الله مصرى صلى الله عليه وسلم محمد وتنيك بقى اشتغلي كل يوم او حتى يوم ويوم تمام حاول بقدر الامكان ترفع فيديوهات ده هيساعدك كتير هيساعدك كتير جدا في انك تجمعي مشاهدات تجمعي ساعات تمام يدخلك مشتركين جدا عايزة اقول لك اه يعني من الحاجات اللي لازم تهتم بها وهي صندوق الوصف لازم تكتبي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اي حاجة ما تكونش مضللة في صندوق الوصف يعني ما تكونش مضللة يعني تكون اه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد في نطاق الفيديو نفسه نتكلم في نطاق الفيديو نفسه او اا في مضمون الفيديو نفسه تمام يعني انت لو بتعملي مثلا طبخة لو انت قناتق وبتعملي طبخة اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد اكتبي المقادير اكتبي بعض الكلمات المفتاحية عن الوصفة دي بس ايه بس اه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد ما تكتريش في الكلمات المفتاحية تحت بعضه ترشم كده كلمات مفتاحية تحت بعضها ده غلط على فكرة ده غلط جدا على فكرة تمام المهمة ما تسيبوش فادي تكتب فيه الله ما صلى على سيدنا محمد أي حاجة في نطاق الفيديو أنا ليه ما كلمتكوش اللي على صندوق الوصف علشان ده مهم جدا تمام بشوف الناس كتير مش كاتبة فيه حاجة طب انت ازاي هتزهري في البحث كده انت مش هتزهري في البحث كده لما يبقى عندك آلاف المشاهدات فانتي الله ما وصلت لي محمد عشان توصل لمشاهدات دي لازم تكتيبي حاجة في تندوق الوصف عشان ده اللي هيوصلك تمام طبعا ده مش تخصصي مش هتكلم فيه كتير بس أنا بتكلم عن تجربة شخصية يعني أنا بتكلمكم عن تجربة شخصية تمام فأنا عزاك تصبري ما تيقاسيش ان شاء الله بإذن الله هتوصلي أو ان شاء الله بإذن الله هتوصل طالما انت مع ربنا طالما انت مع ربنا وبتشتغل بما يرضي الله ربنا إن شاء الله بإذن الله هيكرمك أو هيكرمك بإذن الله ربنا مش هيضيع تعب حد بس الصبر لإن ما فيش حاجة هتيجي كده من يوم وللا إذا كان إيه حالزك بقى من عند ربنا جالك كده وعايزة أقول لكم إن مش معنى إن أنا قرناها خلاص اتفعلت إن أنا يعني فيه ناس فاكرين إن خلاص طالما قرناها كده اتفعلت يبقى كده عدت بقى قبرت لا 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 لأ ده هحنا لسه في بداية الطريق إحنا لسه في بداية الطريق يعني إحنا لسه ما عندناش ما كمynاش 100 مشاهدة يعني يعني فيه فيديوهات بتجيب 25 مشاهدة فده إيه ده فيه فيديوهات يعني فيه ناس Cristian بيتكلم وقولك فيه فيديوهات بتجيب بلد كذاTER อง مشاهدة وما بتجيبش كم دولار يعني فيه ناس بتقولك كمان بتجيب سنتات فوالله مش عالف فاحنا برضو لسه بجد قدامنا المشوار طويل 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 جدا 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 يعني احنا اعتبر لسه بنبتدي من الاول تمام اه انا اتفعلت اتفعلت الحمد لله وكل حاجة يعني معناته انه خلاص قناتي اتقابلت يعني الحمد لله ما فيش فيها مشكلة واتقابلت بس مش معنى كده ان هي خلاص ممكن ان هي هتبدل شغالة على طول لا اقل غلطة في اليوتيوب بتوقع يعني ربنا يسطر الواحد ماسك قلبه بأيديه في اي لحظة ممكن يوقفه الربح عنك للربح اللي احنا اصلا لسه ما خدناش منه حاجة لسه ما قبضناش منه حاجة تمام يعني اقل غلطة وخصوصا القانوات المدفع بيبقى العين عليهم يعني ايه يعني اليوتيوب بيبقى مركز معها جامد يعني ممنوع مثلا افتح فيديوهاتي من عندي وممنوع ممنوع 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 حاجات كتير تمام فبالتالي هو مديق علينا الدايرة فلو عملنا حاجة غلط في اي لحظة هتبصت لقوه موقف الدخل عن القناة يعني الاعلانات اتشالت خلاص طالما الاعلانات اتشالت يبقى خلاص ما فيش دخل اللي احنا زي ما قلتلكم الدخل اللي احنا اصلا لسه بنجمع في سنتات في سنتات يعني لسه ما كاملناش دولار فاهمين يعني ايه سنتات يعني لو الواحد فضل بالطريقة دي بالمشاهدات الضعيفة ده هيفضل طول عمره كده يجمع في سنتات يعني انا ممكن اجمع في الدولار ده سنة لو فضلت بالمشاهدات الضعيفة دي هفضل اجمع في الدولار ده سنة فاهمين يعني ايه سنة بجمع في دولار يعني اقفلها وارتائح بس الواحد عنده امل في ربنا وسايبها على الله يعني ان انا مش بدور على ربح انا زي ما قلتلكم لو انا مستنية ربح او بدور على ربح او ان انا عاملها مصدر رزق ليه الله ما صلى الله عليه وسلم محمد اساسي وهو مصدر الرزق اساسي فخلاص مش هينفع اقفلوا بقى واشوف مشروح تاني احسن تمام بس انا سايبها على الله سايبها على الله زي منين ما تيجي تيجي ان شاء الله بإذن الله امكان ربنا يكرم فيديو يرفع ولا حاجة ومشاهداته تزيد او كده فانا امل في ربنا بصراحة تبير وسايبها على الله يعني انا اعتبر بعملنا كده ايه بشتغل تسليه من ناحية يعني بنفع ناس يعني ممكن يعني اكيد ان في حد اخذ مثلا وصفة من وصفاتي عجبته وعملها كده اللهم صلى الله عليه وسلم محمد البنات اللي لسه بيبتدوا في المطبخ اكيد حد استفاد مني فده طبعا يعني حاجة كبيرة بالنسبة لي فده هو اجري اصلا بالنسبة لي وده طبعا كفاية علي انا حبيت بس ان انا اطلع اللهم صلى الله عليه وسلم محمد يعني عشان عايزة كده حد يقولي مبروك عايزة حد يقولي مبروك يا جماعة حاش بيقوله مبروك لايه قبل ما قفل معاكو انا عايزة اقول اللي مهتم يعني ان هو يعرف ازاي قناتي دخلت مراجعة وخرجت بسرعة ومتوافق عليها والحمد لله ايه النصائح اللي انا انتوا المفروض تعملوها او الخطوات اللي انا عملتها خلت القناة تصر مراجعة وتتراجع بسرعة وتطلع في السرعة دي اللي حابب ومهتم بموضوع ده يكتبلي في الكومنتات وان شاء الله بإذن الله لقيت حد مهتم ان هو يعرف الحاجات دي انا ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم فيديو تاني هوضح فيه كل حاجة بالتفصيل بس اذا لقيت حد مهتم وكتبلي تحت في الكومنتات ما تنسوش بقى اللايك وما اشتركش اشترك معايا في القناة ومهنا لغاية لما نتقابل ان شاء الله بإذن الله اصيبكوا فرعات الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته